السلام عليكم ورحمة الله وبركاته متابعين الأعزاء متابعين الكرام أهلا وسهلا بيكو في حلقة جديدة من حلقتنا عادة وعبادة ومعلومة جديدة فيها إفادة يارب يكون فيها إفادة لينا وليكو وقبل ما نخش في عادة اليوم أحب أشكر كل الناس اللي بتشوف الحلقات ديالنا على قناتي على اليوتيوب وبتبرتجيها وبتكتب لنا كلمات زوينا وبتكتب لنا كلمات بنشكرهم جدا عليها وبنقول لهم ألف شكر ليكو وربنا يجعل هذا عملا صالحا خالصا لوجهه الكريم ونتمنى من أي حد بيشوفنا وهو مش مشترك في القناة ديالنا يشترك ويفعل الجرس عشان يوصلوا كل فيديوهاتنا الجديدة على قناتنا المتواضعة والبسيطة ويلا بينا نخش لعادة من عادات الشعوب الإسلامية والشعوب العربية بالأخص وعادة دخيلة على شبابنا عادة سيئة للأسف دخيلة على شباب هذه الأيام وعلى فتيات هذه الأيام كمان مش الشباب بس لا بتكون دخيلة على الشباب وعلى الفتيات كمان وهي الشتم السب نلاقي الشباب كلهم الأيام دي بيهزروا مع بعض الهزار بالسب وبالشتيمة وبالألفاظ البزيئة للأسف بالأم والأب والعم والخال وشتايم قدرة شتايم وهذا دخيل على المجتمع الإسلامي والمجتمع العربي وما خصش يكون احنا نكون من الشتامين اللوامين وما يكونش الشتايم دايما في لسنة وفي لسنة شبابنا ونوصي أبنائنا وبوصي أخواتي وبوصي نفسي وبوصي كل الناس يا جماعة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في حديث فيما معناه يعني أن الراجل يسب نفسه أو يسب أباه فقالوا الصحابة قالوا كيف يا رسول الله يسب الرجل أباه قال يسب الرجل أبى الرجل فيسب أباه ويسب الرجل أم الرجل فتسب أمه فيسب أمه فإحنا بنجيب لأهلين وهم قاعدين في بيوتنا ولا اللي رحموا ربنا سبحانه وتعالى ولا اللي توفى الله ولي توفى الله بنجيب لهم الشتايم لحد عندهم هم ربونا وكبرونا وعلمونا إزاي نتكلم وإزاي نروح المدرسة وإزاي وإحنا في الآخر نعود نهزر مع صاحبنا ده وزملنا ده في المدرسة نقول له يا ابن كذا يا ابن كذا وأصبحت للأسف كان زمان الكلام دعيب دلوقتي أصبح هزار يعني تكلم حد يقولك ده إحنا بنهزر ده إحنا يعني لدرجة إن سيرت الأمة والأب في الشتايم وفي الكلام وفي الهزار بقت عادية جدا إنك تسمع الواحد بيبقى ماشي في الشارع والله وبنات بيسمع بنات بياسبه بنات اللي المفروض البنت يكون عندها حياء ويكون عندها خجل لما تسمع مش لما تقول لما تسمع الشتيمة في الشارع وهي ماشي ده إحنا عندنا البنات بيشتموا فعايزين يا جماعة نحافظ على هادي وناخد بالنا منها جدا ونربي أبناءنا وإخواتنا إن هم ما يشتموش وما يلعنوش والعان ده شيء وحش وشيء قبيح وما خصناش إن الناس تفضل تشتم وتلعن بعضها هذا من أسوأ العادات اللي موجودة في شبابنا هذه الأيام وإن شاء الله ندعو ربنا سبحانه وتعالى إنه يغفر لنا ما فات ونعهدو في هذا رمضان في رمضان إن إحنا ما نعودش نشتم بعض وما نعودش ندخل الشتائم في الهزار وما نعودش نجيب سيرة الآباء والأمهات وحتى ما تشتمش صاحبك بنفسه وبذاته وتقول له أنت حمار أنت كلب طبعا أنا بقول ألفاظ نقدر نسمعه ولكن الألفاظ اللي بتتقال أبشع من كده بكتير فإن شاء الله بإذن الله نحاول إن إحنا في هذه الأيام المباركة إن إحنا إن شاء الله نتخلص من هذه العادة السيئة اللي موجودة في شبابنا هذه الأيام وندوس دابة لحاجة جميلة جدا وتاني حاجة من حاجتنا اليوم لهذه الحلقة وهي العبادة وعبادة النهاردة عبادة جميلة جدا وفي حديث شريف قال رسول الله صلى الله عليه وسلم صلي على النبي عليه الصلاة والسلام هل أدلكم على عمل أفضل من الصيام ومن الصلاة ومن الزكاة كاين أعمال أفضل من الصلاة والصيام والزكاة قاله يا رسول الله ما هذا العمل يعني عمل كبير وعمل سبحان الله ربنا بيحب اللي بيعمله إيه هو ده يا رسول الله قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إصلاح ذات البين إيه هو إصلاح ذات البين إنك تشوف اتنين متخصمين من عيلتك من أصحابك من أقربك من جيرانك تشوفهم متخصمين ما بيكلموش بعض وتصلح بينهم تكون أنت سبب في إصلاح ذات البين تصلح بين هذا وهذا بين ذاك وهذا تصلح بين الابن وامه تصلح بين الاخ واخوه تصلح بين الجيران تصلح بين الناس ما تمشيش تسمع من ده بص احنا اللي بنعمله ايه نمشي نسمع من ده واخد الكلام اللي قاله لي ده وزود عليه كلمتين وقوله للاخر واخد من هذا وارجع لهذا وزود عليه كلمتين وقوله للاخر وهذا يعني من اسوأ الافعال اللي بنعمله فتخيل بقى ان انت عمل زي ده لو عملته في رمضان انك تصلح ذات البين تخيل هيبقى ثوابه اكبر من الصلاة والصيام والزكاة عند الله سبحانه وتعالى تخيل اجتهد اجتهد في انك تكون بتعرف اتنين متخصمين او اتنين زعلانين من بعض او اتنين بينهم مشكلة وتحاول تصلح بينهم تخيل محبة الله سبحانه وتعالى ليك وتخيل السواب اللي تاخده على هذا الاصلاح وهذا عامل صالح جدا وعبادة صالحة ومتغافلين عنها لا بالعكس وبنزدها سوء يعني اصلا لو انت لو انت يعني ما فيش غرض بين ده وده انت تسمع من هنا وتروح تقول ده تسمع من هنا وتروح تقول ده هذا اخطر بكتير تخيل ربنا بيقول ان هذه العبادة انك تصلح بين الناس من احب العبادات الى الله سبحانه وتعالى تخيل انت لو بتعمل يعني يا جماعة اخصنا ان النهج بتاعنا في الحياة يكون هو نهج رسول الله صلى الله عليه وسلم وان احنا نقتدي برسولنا الكريم صلى الله عليه وعلى آله واصحابه وسلم كانت دي عبادتنا اليوم وعبادة مهمة جدا لازم كلنا نحاول نعمل بيها ونقتدي برسولنا الكريم فيها وعايز ايه اغلى من الصلاة والصوم والزكا في السواب بتاعها وفي شهر رمضان المبارك ربنا يتقبل منا ومنكم صيامكم وقيامكم ودعاءكم اللهم امين ويرفع عنا البلاء في هذه الايام العصيبة اللي بيمر بيها البلاء علينا في كل الدول الاسلامية وفي العالم اجمع اللهم امين وده با ندوز مع بعض الاخر حاجة في حلقة اليوم وهي معلومتنا واللي معلومة جديدة وطريفة في نفس الوقت هنسمعها مع بعض عن المرآة كيف اكتشفت المرآة ومن اكتشفها وازاي عرفوا ان هي المرآة دي عبارة عن مرآة فعلا مش صورة تعالوا مع بعض نشوف مين اللي اكتشف المرآة وايه قصتها بالظرط اما معلومتنا اليوم واللي هي عن المرآة زي ما قلنا والمرآة اكتشفها رجل هندي عمره حوالي تسعين عام او اكتر شوي وكان عادي كان فيه حاجات كتير مكسرة حواليه من الواح الزجاج وبعدين جاب جاب زي ما تقول حتة منهم وبص فيها فشاف نفسه فهو فكرها صورة فقال لك الرجل ده سبحان الله عجوز وسبحان الله شكله طيب وشكله كويس ايه ده سبحان الله المهم فاحتفظ بالمرآة دي احتفظ بيها فكل ما ويحطها تحت الفراش دياله كل يوم في الليل يسيب زوجته ويجيب المرآة دي يفضل يوصلها ويتأمل فيها ويقول سبحان الله ده ايه الراجل ده سبحان الله سبحان الخلق ويتأمل فيها بشكل غريب لحد ما قال لك ايه الراجل ده وامre قصته لازم اعرف انا قصة الراجل ده ويخبيها تاني فجدت مراته في يوم من الايام فقالت انا عايز شوف هو بيعمل ايه الراجل بيعمل ايه بعد ما بيسبني وبيحط ايه تحت الفراش ايه الموضوع يعني فيه حاجه غريبه بتحصل فيه حاجه غير طبيعيه بتحصل فسحبت المرايا من تحت الفراش او الزجاجة دي من تحت الفراش عند الراجل وبصت فيها فشافت نفسها قالت هذه هي الشمطاء العجوز هي اللي شغلها عني شوف شافت نفسها يعني شوف الستات من ايام المراية وهم فيهم الشك ده قالت هذه الشمطاء العجوز هي اللي شغلها عني ومن وقتها تم اكتشاف المرآة وتم تصنيعها بقى ولكن اللي اختراعها اللي تم اختراع بقى اللي اخترع بقى المرآة كان من اصول لبنانية قديمة واخترعت المرآة والمرآة طبعا حاجة عظيمة جدا من النعم اللي ربنا انعم علينا بيها وانعم على البشرية باختراعها وكان لها مفؤول السحر بعد كده في التصوير وفي حاجات كتير منها الطاقة الشمسية وازاي نوجه الطاقة الشمسية وكان لها دور كبير في حياتنا ومنها ده التليفون من التليفون اللي انا بصور بيه او الكاميرا اللي انا بصور بيها هادي من كان سبب فيها اختراع المرآة وسبحان الله تخيل انت بقى المرآة اللي تم الاكتشافها دي وبكل اللي عملته المرآة في حياة الانسان ما تجيش بحال العين حتى الان لم يصلوا الى تقنية بحال عين البنى ادم تخيل انت عينك فيها زوايا وفيها بتشوف الوان وبتشوف حاجات يعني قدي ايه قدي ربنا انعم على الانسان وعلى البشرية بنعم لا تعد ولا تحصى لازم نشكر ربنا عليها اكيد في الاول وفي الاخر وكانت دي معلومتنا عن المراية اللي اكتشافها مش اختراع اللي اكتشافها رجل هندي وكانت القصة الطريفة بينه وبين زوجته وهذه اللي سببت هذا الاكتشاف الرائع الرهيب نحمد ربنا عليه ونشكر فضله وكانت دي حلقة اليوم من حلقات عادة وعبادة ومعلومة جديدة فيها افادة يا رب بنكون بنفدكو في حلقاتنا دي واي واحد بيشوف البرنامج بتاعنا يبرتاجي ويكتب لنا في الكومنتات ايه رأيه في الحلقات اللي بنقدمها دي كانت نهاية حلقتنا اليوم بنشكركم جزيلا جزيل الشكر والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبركاته مرحب مرحب يا هلال أهلا 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 كيف الحال قد غدت وإليك اشتقنا وانتهى بعدك صار صار معطي صدرا نقود أجرا والطرق يرانا ويصمعنا أكثر زلا نوصل أهلا لأن رمضان يجمعنا